منين كتولي أب كيكون شغلك الشاغل في هذه الحياة هي تكبر ولداتك توقفهم على رجليهم تراعيهم تحميهم حتى الوقت اللي كيكبروا فيه وتقدروا يعاولوا على راسهم هذه الساعة تتبقى تشوف هذه البركة اللي كبرتي وتتقول الحمد لله ها هموا وقفوا على رجليهم ده ما نقدر نرتاح ونعيش اللي وقاليا من عمري هاني ولكن بعض مرات الحياة كتصدمك كتطرشك كتوريك أنك هدك الإبل اللي ضربت عليه تمارة باش توجده في الحقيقة وجدتي الحيوانات مفترسة قد فيما تاكل للأسف واقع كيدر في الخاطر اليوم القضية عن أب كافح باش كبر بنته ولكن فرضات علي الحياة أنه يكافح من جديد باش يلقاها قبل ما يثالي الوقت موسيقى 어떻습니까 نحن قد رأى نماتي ولكننا شخص حدًا ويحلل انها ازانيا غير على هناك ولكن لgiesك ثلاثتيني السمتيناء ممتلته لأنها خيرا يتغير والمقارنان يترجم الكم تتجنب الى البشر تتجنب الى تتجنب الى التنجي تجنب الى نفس المنسطر وكيف تتجنب الى مرحلة تتجنب الى فى مرحلة اللي كنتبعه فيه بيس المحققين وكندوزه معهم وديك تماره باش نلقاه الحقيقة قضية غير باش نعلمكم وأنها تحتاج للتركيز لأنها ماشي عادية عرفتوا ذا كلمات اللي كيقول غتبقتها باش تجبد حنش ايوارا حنش اللي غادي نجبدو اليوم قبل ما اندك كيف العادة واحد لايك التشجيع اللي شفتوني كانت استحق طبعا والشراك اللي بغيتوا الفيديوهات الجديدة بقوا وصلكم اه قبل ما انسخ هالانستغرام دياري اللي فضحتوني لي يلا درت الانستغرام شوفوا را بقي خاوي ولكن را غا نقلحط لكم فيه الكواليس وفين كان نغبر عليكم المهم منين تكملوا الفيديو وضربوا عندي شيت ليلا بقى لا تخشيت في الكاميرا دي مرة وياك قررت لكم بزير معرف شوش هكي حسن ولا قبل يلا بلا ما كتر عليكم مشينا احداث القضية دياليوم غادي توقع في اليابان ولكن قبل غادي يمشو المملكة المتحدة بريطانيا وغا نتعرفوا على واحد البن اسميتها لوسي جين بلاكمن لوسي في عمرها 21 عام بن زوينة ومأدوة وهي البن الكبيرة في العائلة كانت كي بزاف وضغيقة تقدر تأثر في الناس اللي يدارين بها عندها تقا زوينة لوسي كان كي عجبها تسافر وتزور بلايس جدا ذاك شعلاش من يسالة القرية قررت ولي مضيفة الطيران وذاك شلي كان خدمات على راسة واخيرا قدرت تحقق هاد الحلم الخدمة ديالة مع شركة الطيران كان شي حاجة مهمة بزاف في حياته من بعد بذوزت مدة في هاد الخدمة واحد النهار مشات عند بباها وللي اسميته تيم بلاكمن وقالت لي بابا كان فكر نسافر اليابان هاد البلد كتعجمي بزاف هو كان عارف بنتو عزيز على هاد صافر البلايس جدا وتكتشف ثقافات مختلفة ذاك شيعلاش تشجعه وباها وافق شاف هاد المشيه ديال هالبلاد في حال هديك غتكون تجربة جديدة في حياته ليا هديك من بعد لوسي ما تسندتش بزاف قادت البروغرام دياله جمعات حويجة وشدت طيارة ديريكت اليابان لوسي اختارت مدينة توكيو استقررت في واحد لوطيل صغير من بعد قلبت على خدمة وفعلا لقاته في واحد الملها ليلي صغير وعادي اسميته كازابلانكا ماي البلاصة اللي كان في هاد الكلوب كانت ما عادي ياش كيقولوا لها روببونجي عام رب ملاهي الليلية ليبار بلاصل اللي متقلب الأجاني يبو ديرها فيها اللي عقام زيان حتى الدابة كان كل شي غادي هو هاداك البنت دي ما كانت كتتتتواصل مع عائلتها مع أختها أبها كتتتواصل معهم تقريبا يوميا باش تطمنهم باللي كل شي باخير القضية كانت غادي مزيان ولكن في لحظة عائلة لوثي كيكتشفوا باللي بنتهم مختافية او ما بقوا يسمعون منها والو الدرية يغبر لها الآطر بحال عمرة كانت داسدش يومين لم يكن معهم فيها قاع يصنعوا عليها تليفونها طافي يصنعوا على إيميالات ولا تقرأهم هنا بدأوا يشكوا ويقولوا يكما بنتنا تكون واقع لها شيئا تم بها كان قال السجرة ديال الدار حتى يجي واحد تليفون أقدرنا واحد سيد وقال لي رابنت كلوسي ختافات سولوا بها كيفاش ختافات وش كوني قالها لك انت ولكن ما غير قباش يجاوبوا من بعد غير وصلو هربعات الاتصالات كلهم يقولوا لي فيهم باللي بنتو مختافية ومن هاد اللحظة ببها جمع الوقفة ووجد راسهم زيال اي صدمة في اي لحظة الشرطة اليابانية بدت كتقلب على البنت الصحافة حتى هي نقلات الخبار وقالت ان بنت بريطانية تلاصل وعمرة و 21 عام اختفت في ظروف غامضة من بعد مسالات الخدمة دياله في واحد البعر خرجت من تم ما بقى شافها شي حد وفي نفس الوقت داروا نداء للناس اللي شافها يعلم البوليس شكون هو اول واحد شك ان البنت مختافية هو من اللوطيل اللي كانت ساكنة فيه لوسي هاد من اللوطيل تصل بصاحبه صحافي وقال لي راني خيف بزاف على واحد البنت اسمتها لوسي فعمرة 21 عام ساكنة عندي في لوطيل دا سمدة مش فتاش وقال لي بللي هاد اول مرة ستبقى عليه شي حاجة بحال عادي في لوطيل وبيللي خيف تكون واقع البنت شي حاجة خيبة نهار 13 شهر 7 عام 2000 دازل تلتيام على اختفاء لوسي هنا بدأ الاعلام البريطاني داوي ناضط الحيحة كل واشي يقول خرجوا نظريات وحدة تنسيك فالخورة من هاد النظريات شجرائد كتبوا ان طائفة دينية هي لاختفاء لوسي باش تتجربيها يعني في حالة كي هضروا على مافيا كتبعوا تشريف البنات بها وخا كان خايف بزاف على بنتو مي هاد الهادرة ما دخلتش لي راسو هنا فين غايدخل في الخط واحد الصحفي بريطاني يعيش في اليابان كيعرف توكيو مزيان اسمته جاك كان مراسل خدمته هو انه كيغطي جراء املاقات اللي كتوقع في اليابان تصل به المدير دياله وقال لي احنا محتاجينك في واحد القضية ديال بنت مختافية وراها بنت بلادك وهنا فين كلفو بقضية لوسي باش يخدم عليها جاك كارك يسحب لي باللي القضية عادية وبالليمون كيلوسي غا تكون غالبا المشات للطايلاند وما بغا تقول لحتى واحد واللي زاد اكد لي هات الشي هو من يمشل عند محققين اللي في البوليس ديال توكيو اللي كيعرفهم بحكم انه هو صحفي ودي ما كيتعامل معاهم قالوا لي باللي غا تكون غير هاربا حيث في ذاك الوقت كانوا في اليابان بزاف ديال الاجاني بالليمنين كانت تسالى لهم فترة الاقامة كيبدوا يخدموا بشكل غير قانوني ولا كيهربوا من اليابان لدول خرى المهم كانت هذي اول نظرية يفكروا فيها بان البنت رغم ممكن ما تكونش وقع لها شي حاجة خيبة باش يتأكد المحققين تاصلوا بعائلة لوسي باش يسبلوهم واش كين شي سابب اللي قدر يخليها تهرب وواش قاتلهم شي حاجة ولكن ما كانت حتى حاجة من هذا الشي البنت مبقاتش هادرة مع والديها يعني النظرية ضعيفة بزاف من بعد ما دازت 11 يوم على اختفاء لوسي اخيرا غدي صافر تام بها اليابان مع اختها الصغيرة صوفي غيمشيوا لطوكيو منين غيحطوا رجليون في اليابان غيتفاجئوا بان القضية دي الاختفاء لوسي دايرا بوم ذاك الشي علاش غديلقوا بزاف ديال الصحفيين كيتنهم في المطار قال لي هوم تام هذي ثلاثة ديال السيمانات فين اخر مرة دويت فيها مع بنتي كانت مكالمة عادية بحل اي مكالمة كتدوز بين ابو بنته قالت لي انها كتدوز وقت ممتع بزاف هنايا سولت واحد الصحفية واش بنتكبان فليك عادية ما قادش لك بلي خايفة من شي حاجة ولا كان عندها مشكل مع شي واحد هنا في اليابان قال لي اللي بالعكس بنتي كانت هضرتها كل على اللقيتها الزوين اللي كتدوز هنايا ما دوزتش لينطيبع انها في مشكل او عندها شي حاجة باش تعرف واحد الحاجة مدينة توكيو في عام الفين كانت تعتبر مدينة اللي كبيرة كيا ايش فات قريبا 27 ونصف مليون لاسامة يعني باش لقاولوسي اراك بحالكة تقلب على برا وسط كومة ديال القش المهم الاب مسكين منحط رجليه في اليابان داخ كترة الكاميرات كترة التحليلات والنظريات كله واش تيقول ووسطها تشي كامل بنتو مبيناش من ظهره غدي تلقى مع جايك الصحفي البريطاني اللي قتلكم غدي يمشي معه وبنتو صوفي جايك عاونه بزاف حيث كان فاهم الانظمة اليابانية كيفاش غادة وكان كيهضر اللغات بجوج اليابانية والانجليزية وزيد علي المعارف اللي عندو مع البوليس بحكم خدمته كصحافي المهم بدأ البحث على لوسي تم مع عناصر في البوليس قدر يعلقو 30 ألف ملصق في توكيو هدو كل لافتات ديال مثل برسن في حال هدو أنا بدأت تجيو امتصالات من عند الناس بالحق ما كانوش متأكدين واش كان الشاهدات ديالهم صادقة ولا لا من بعد تم بشل مركز البوليس وتقابل مع الرئيس ديالهم تم قلس معه آه طابل سولوا واش تحققتهم زيان من كاميرات المراقبة في البلايس فين كانت بنتي لوسي قال لي رئيس الشرطة صراحة ما كانيش بزاف الكاميرات في الشوارع حيث عندنا في اليابان استخدام ديالهم محدود كان خافوا منتهاك الخصوصيات ديالناس جابوا تم وقال لي ما تقولهاش وقال لك اتضحك معايا احنا في لندن عدنا كل شريع بكاميرات ما تلقاش يزنقى ما فيهاش كاميرا وقاح هذو الكاميرات اللي مركبين صنعي ياباني يعني جايين من عندكم محقيق القائر كي يشوف فيه ما نلقى باش يجاوبوا تم وخاك ذاك كان كيبالي انا البوليس ديني نخدمتهم وكيدلوا ما في جهدهم باش يلقاوا بنته لوسي ولكن هذو الفكرة تبدلات من انتلقى بالصدفة مع واحد الراجل انجليزي مزوج بيابانية ساكن في توكيو وقال لي شوف اصحيبي الموليس لا ما غدش يفتحه التحقيق في القضية ديال لوسي حد هي ماشي يابانية تم اللي سمعت العذرة ضروا خاطره بزاف وقرر يدير اي حاجة باش يفتح التحقيق ويخلي كل شي يقلب مع على بنته اول حاجة في الكرفيا هي يزيد ينشر الخبر في وسائل الاعلام هنا نقدر واحد مؤتمر صحفي اقدر فيه هو بنته الصغيرة صوفي باش يخلي الناس تهتم بالقضية مؤتمر نقلوه الصحفين ينستلوا كاميراتهم ضرعت بنته صوفي وقال يا شوف يا بنتي بهالطريقة سيقلق اخت كلوسي هاد الناس اللي حضروا اليوم سيقلبوا علي علاق بنا وهذا ما يعني به ان قضية بنته ستشهر وانتولي قضية رأي عام ندوز دابل الصحافة البريطانية اللي وصلت هم الخبار واللي من اللي قضية لوسي خرجوا منها العجب والنظريات بلح التدليل اي حاجة تصلح باش تكون عنوان رئيسي وكبير في الجرائي ديالهم كيكتبوها باش يجدبو الناس ولكن وخاها بكاك تم هاد شي كان في مصلاحته حيتخلك كوشي يتم ويتكلم عن القضية ديال بنته لدرجة ان الحكومة اليابانية والبوليس كان شي نتيجة ولوالو غاد نقول لكم ان التحقيق ديالهم بدأ من منطقة تربونغي فين كانت كتخدم لوسي وهي اللي قتلكم في اللول الفيديو انها منطقة عامرة بالحنات والملاهي الليلية وكيعمروا هالناس اللي عندهم العاقة بزاف حالشكل للاس في التحقيق اللي دار البوليس غيطحوا على واحد السيدة اسميتها سوزي شكونات هي بنت بريطانية حتى هي كانت تخدم في نفس البار كازابلانكا فين كانت تخدم لوسي قالت ان كازابلانكا كان واحد الليلي صغير عادي غالبا كيكون عمر برجال كبار في العمر هي كانت تخدم مضيفة مع لوسي وركزوا معي مزيل في كلمة مضيفة رح ماشي سرباية هاد المضيفات كيكون عندهم واحد الخدمة كينا في التقافة اليابانية كيكون ابنات زوينات آناق كيقلس مع الكليان في الطبلة كيكبول يوم الشراب كيهضر معهم كيف وجوع لهم وباش نزيل نفهم هاد البلان مزيان انا اعطيكم مثال انت مثلا ما عندك مع من تخرج تشرب قيوة كتمشي البلاصة بحل بار وتقديم المشروبات هذي كي تيدوز في حدود قالت ان الخدمة زوينا سهلة بزاف لدرجة تقدر تدير فابور لوسي وصحبتها سوزي كانوا كيتخلصوا مزيان ديك الخدمة شي خمسين دولار للساعة المدة دي الخدمة ما كتفوتش مر ربعة حتى الساد سويا غالبا هذه الخدمة كيخدموها البنات الأجنبيات التي يصفروا بزاف جائلين عندهم ما يقولوا تبغيوا تعرفوا على ثقافة جديدة هاي كتكتشف وفي نص وقت تتخلص وهم اللي كيكون عليهم الطلب بزاف يعني الأجنبيات هم اللي عليهم الدرك حتى هنا الأمور مزيانة ولكن سوزي ستقول واحد الحاجة مهمة فادرتها قالت الخدمة كان زوينا إلا دوهان كانت من بعد تمشي للبار هيا ويا المشكلة فعد الخدمة أنك تخرجي مع واحد ببعديتكم ومشي في مكان العمل وتقدري تلقي مع رجال اللي قدروا يتبسلوا عليك هنا فين كان الخطورة المشكلة أن البنات كانوا يتعرضوا للضغط حتى من اللي بار باش يجيبوا كليانات جدا ويخرجوا كتر في مواعد دوهان البوليس الياباني كان عارف مزيان خدمة مضيفة واش يقدر يجي منها اذا كشي لاش بدو يقلبوا غير في منطقة رببونغي ما بعدوش بزاف هنفين غير يطاحوا على أول مشتباه به كان رجل الياباني يمشي بزاف الملاهي اللي في رببونغي ومن بناتهم مال هكذا بلان كفين كان تلوسي عارفو غير كف باش يمشي لخدمته وذك شي اللي كان تعرضوا لي وطلبوا منه مشي معاهم بخاطر لسي جواب مشي معاهم الأقرب قسم الشرطة غيقل سو معاه هنه غيتفاجئوا باللسي ده عنده حجة غيب قوية من بعد ما تأكدوا منك تشفوا انه ما عنده حتى علاقة بالاختفاء دي لوسي شغا يديرو طب هتلحال غيطلقوه هاتشي كاني انهم خاصهم يرجعون من نقطة الصفر احنا دابا من مورا 16 يوم من بعد اختفاء لوسي تيم بباها عاطي جهدو كامل في البحث ومآمن باللي بنته باقي حية ورها غتكون غير بشي بلاصة في المديلة الكبيرة وخصو يلقاها في أقرب بلاش بدك يدير بزاف تلحويش تخلي الصحفين يصوروه وكيلصق تصور بنته في الشوارع لكي يبقى عاقل على الوجه دي لها تيم كان دي مداخل في المشاكيل مع الشرطة اليابانية بحل واحد المرة كان يلصق تصور بنته في واحد العمود يلدو حتى توقف عليه واحد البوليسي وقال لي راه ممنوع تلصق شي في تم جاوبه تصوير غادي تبقى تم ما غا نحيض حتى حاجة بغيت تعتقني ها يد اعتقني ما عندي حتى مشكيل البوليسي بقى غير كيشوف في الاخر خلى ونشف حاله الأسلوب ديال تم وكيف كان كيجير الأمور خلى البوليسي يخضو منه موقف ما قادر ندر مع أهواله لدرجة تستبعدوهم من القضية ديال بنته وما بقوا كيعلموه بحتى جديد حطوه وسط البلد قرقي والصراحة هاتشي ما كاشف مصلحتو هو كانت يشوف أنه هذك الطريقة الوحيدة اللي عنده باش يضغط عليهم باش كيتيق فيهم لأن الشرطة اليابانية التواصل عنده ناقص بزاف دابا غادي نوصل لتسعة عشر يوم على اختفاء لوسي اللي غايقع هو أن رئيس وزراء بريطانيا فذك الوقت واللي كان توني بلير سافر بنفس سلطوكيو باش يدعم القضية دي لوسي وقال الإعلام احنا قدامين مع السلطات اليابانية باش لقوها وكن ناشدوا الشعب الياباني اللي عنده معلومات على القضية يجي ويقولها غادي تلقى حتى مع رئيس الوزراء الياباني اللي من بعد غايقل إعلام بكل تيقة بللي البوليس دي لنا غادي لقوه المشتبه به هات صريح دار واحد ضغط كبير على البوليس وتخيلوا معاي يخرج رئيس البلاد ديالك ويقول العلام غادي لقوه المجريم كتولي ديك الساعة خاصة تخرجوا من تحت الارض وللرئيس ما غادي بقى عنده كلمة هنا مفوض الشرطة اللي كان مكلف بالقضية غادي ويوقف التحقق كامل وغايقول هالطريقة باش خدامين راه ما بنش ليه فيها ما خداماش وما غا توصلنا فيه خاصنا تاك تيك جديد نبشي علي هنا كان تحت من يدو واحد جروب ديال المحققين مسمين هم لفكارن جمع ديال فكرون معرفش وش هد الكلمة كيقولوا عامة المغاربة ولا غير حنا ناس الشاوية المحققين اللي فكارن بالعربية محققين السلاحفات علش سميه وما تسميه حيت كي يمشي في التحقيق بشوية ما كيخليه حتى دليل وخي يكون شي حاجة تافه المهم كيقلبه في كل نقطة بزيان واحد من هد المحققين السلاحفات اسميه تعود من الأول ماشي هذه الخدمة وركزوا معايش غير المحقق هو صحابه الفكارن صهروا للأيام باش يراجعوا التقارير اليومية اللي كتسجلهم وحدة الأمن اللي مسؤولة على منطقة ربونكي أي شي كيادازة أي مشكلة تخلفيه بوليس ودار ومحضر كيكون يسجل عندهم وتخيلوا معايش حال من تقرير خاصهم يشوفوا ذك شي كان كثير وردك شعلي يسمونهم الفكارن حيث ما تيملو وشي يبقوا متبع للحاجة ذا قدق بقوا كيقلبو شاد دين الطبلة وطير راجعوا في عشرات المحاضر اللي يطه على شي حاجة شوية هم يحبسوا في واحد الرابور على مشكل كانوا مقع في ربونكي نيت غين تابوا الواحد البلان في الرابور كيقول لأن في منطقة ربونكي اللي فيها بزاف دي الملاهي الليلية واحد المضيفة أجنبية يخدم في واحد منهم عرض على واحد الكليان تيجي لتم بزاف مشات معها بالطمو بالبحر في واحد اللي بقيت فقدات الوعي ونحسات الساعة الطويلة محستش براسة ما اللي فاقت كان كي يضرها راسة بزاف وشكت أنها تعرضت للتخدير مكتوف التقرير باللي مدير الملاهة هو اللي اعطى البوليس هذه المعلومات ولكن البوليس اللي كتبوا الرابور شكو فيه غير كي يكذب علاش حيث معروف عليه بز الناس وخلوات واحد ما كيدي بادرتو ذاك شي علاش ما عطوش أهمية لبلان كامل وتخيلوا معي المحقيقي المجموعة يقرأوا في هذو التقارير ويطلقوا مع هذا الرابور اللي كان على منطقة روبونغي واحد خضر مضيفة أمك وأجنبية من الفوق هنا بدأ كيبال يوم تشابه ما بين هذا الموقف وما بين قضية لوسي حتى هي مضيفة أجنبية خدامة في روبونغي وتتخرج مع الكليان برا زادوا كملوا البحث ديالهم في التقارير للقدام غير قاو جوج من مالكي الملاهي داروا نفس شكاية نفس سيناريو بنات خدامين عندهم تعرضوا لنفس تجريبة ركبوا مع واحد في موضيفة من بعد يفقدوا الوعي لساعة الطويلة وما عرفوش شو قع بالضبط هنا كون محقيقي اللي معاه بدأوا يتأكدوا بأن هدي البيس اللي كانوا يقلبوا عليه آه يا بنت غيتفاجئوا منين غيمشيوا الأحياء دير ربونجي وغايدوا يسولوا غايدوا يبانوا قصص كتير بحلد النور وفي بلايص مختلفة أمك هنخصهم يقلبوا على الضحايا قالوا غامضون هضروا معقاء الموظفات اللي خدمين في الماله الليلية في اللول اللي بنات ما بخوش هضروا حيث عدد كبير منهم ما كان عندهم الفيزا كانوا سالات مدة الإقامة ديالهم ويخاف من البوليس كانوا فيما يسمع البوليس تخلم لها الليل فين يخدموا ضغياء يمشوا ويهربوا من الباب اللوراني هذ النوع من الموظيفات الأجنبيات كانوا لا تعرضوا المشاكل ولا تعرضوا الإساءة يضربوا الطم لا يقدروا يمشوا عند البوليس حتى يخافوا يتشدوا فيسبب أنهم حار يلفيزا المهم المحققين ما بقاوش يمشوا أنهم كانوا باغين يعاون لوسي ترجع المصيبة أن المحققين اكتشفوا باللي بزاف من البنات تدازوا من نفس تجريبة وقالوا أنهم تعرضوا للتخدير وتعدى عليهم شي واحد وهذا الواحد كان راجلي ياباني يلبس عليه يعني برهوازي قالوا باللي كان يزوف طمو بالغالية بحال بورش ومرسيديز باز يديو متاع يشوف شي بلاسة تطلع للبحر يشربوا معا كويسات يطعروا منين يفاقوا يلقوا الوقت داز ساعة طويلة راسهم يضرهم يحسوا بالضوخ كان فيهم اللي كترد حشاكم محققين بعد ما وصلوا معشرات الشهادات من مضيفات أجنبيات وحتى اليابانيات سنجو باللي كان معتدي يتعدع اللبنات فربونجي كيدير ما بغى هادي سنين وحتى واحد ما سيق للخبار غادي يدو 2-50 يوم على اختفاء لوسي تام بغى لاحظ باللي القضية دي البنت بدت تبرد الرأي العم دا كينساها هادش علاش غايد مؤتمر صحفي وإعلن فيه باللي غيقدم مكافأة بقيمة مليون ونص مقابل معلومات جيدة اللي تقدر توصله من لوسي وقال باللي البوليس ما كيعطعو حتى معلومة على القضية ولا أي جديد توصلوا له وهذا ما بقى هاش قادر يصبر عليه أما البوليس فزاد وتعاصب من ثم حيث يدار خط محدد فين قدر يصوني علي البنات اللي يخدم المضيفات وأي واحد عنده معلومات والمشكلة أنه ما يقول البوليس بوالو ما كيعطعو حتى حاجة ولكن وخا هكذا ما قدروش يحبسوه حيث ما كانش كيدير شي حاجة اللي خرجوا على القانون غيديروا عين ميكا وغيكملوا خدمتهم دبال حاجة جديدة اللي غيكتشفوا في التقارير اللي كيراجعوا هي وحدة من ضحايا كانت أستراليا وخدامة موضيفة في روبون كانت فتحت القضية ديالا هذي تلت سنين وكانت كتبات اسمية الراجل اللي تحرش بها والتليفون ديالو في لاجوندا ديالا ولكن هاد لاجوندا خلات ها في أستراليا محققين طلبوا من بها باشي صيف طال يوم اليابان باشي يقلبوها وفعلا صيف طال يوم اللي وصلتهم لقوا البنت ضربة تعال اسمية والرقم حيث كانت معاصبة من المجرم يتحرش بها واخا هكاك محققين عرضوا الورقة للضو وقدروا يقرأ اسمية واللي كانت يوجي هوندا قدروا يجبدو حتى رقم تليفون ديالو أخيرا طاحوا على أول دليل باشي يجبدو غادي تصلوا بالرقم والمفاجأ انه مازال خدام دباب بما عندهم رقم تليفون للخون شا يديرو سيحاول يخرجوا الأرقام الكاملة التي يتواصل معهم مؤخرا سيجبدو سجل المكالمات واللي كانوا في عشرة ديال ماري وغادي نفاجئكم ونقول لكم واحدة من ماري كانت نمرة لوسي وهذا كان دليل قوي وتقدم كبير في التحقيق هذه أول مرة يقدروا الزبايل كاملة وبقي ما تشج سأقول لكم أنه ما تشج ستسيد بزفت الهوية مزورين وممكن تكون حتى هات السمية التي كتبت البنت الأسترالية في الأجندا واللي هي يوجي هوندا ما تكون هي الهوية الحقيقية ديال البوليس حارو قالوا ضروري خاصنا نعرف ودخينا فين كين يعني الموقع دياله باش يقدروا يراقبوه مزيان وكيف قلت لكم حتى هويته الحقيقية ما كين باش يجب ديال أو تصوير كل شي كان باقي غامض هنا المحققين ما بقاش عندهم شي حل آخر من غير يطلبوا من شركة الهواتف يديروا بحث على موقع المشتبه به فش يكون مضوز لزعب بال في تليفونه ودك شي اللي كان يبقى مراقبين الرقم فش كتدخل شي آب باي يعني كيتصل بشي واحد أو هو كيتصل بشي واحد كيلقط الإشارة من جي المكالمة ولكن المشكلة أنه تطلع لهم بزاف الإشارات من بلايس مختلفة في نفس الوقت وما تنسوش أن أنا كان هدروع لعام 2000 رات التكنولوجيا اللي كانت في ذلك الوقت ممكن تقدر تحدد البلاسة من جي المكالمة بدقة اللي تقدر تدير هي تعرف المنطقة المهم من بعد مجهود كبير وبزاف تصدع الراس المحققين في الأخر قدروا يوصلوا البلاسة في كل المشتبه به واللي كانت منطقة راقية بزاف اسمتها أكاساكا والمكالمات كانت تصدر من واحد البلاسة اسمتها أبراج موتو أكاساكا اللي كان مبني سكني غالي بزاف سكني في غير البرجوازيين في كاميرات المراقبة مجهز بكل شي وطبعا الحال باش تدخلي مشيش حاجة سهلة مشاوا المحققين يتم وروا المدير دي المبنى شارات ديالهم بليرهم البوليس خلهم يدخلوا وقال لهم بالطابق السادس محجوز من طرف شركة اسميتها بلانت أوريهارا وهات اسمية صراحة شافوها ما عندها الأساس ولا رأس ما عرفوش واسمية واحد أجنابي ولا اسمية شاريكة هما قالوا شاريكة حيث اسم المقيم ما كيناش في سجل المبنى ديالهم ممكن هادخونا يكون هو الشخص اللي يقلبو عليه منين سووله مدير شعادي من يكيدو زمن حداك هو حاد راسو وجهه في الأرض وحتى السلام ما كيقولهاش لي كدك شعليش ما كتشدوش الكاميرا في الباركينج ديال مبنى القوطو موبيلات واللي كانوا من نوع الغالي عنده كوكتيل ياللي مارك الواعري في حال أستون مارتن بورش روت رويس مرسيدي سبانز وكانو هما نفس الأنواع السيارات اللي جبدوهم لبنات في الشهادة ديالهم المهم المحاققين كانوا متأكدين أن هذا هو أخونا اللي كيقلبوا عليه ولكن ممكنش يجيو يشدوها كاك حيث مكاش عندهم أدلة كافية باش يصدروا مذكرة اعتقال في حقه المهم ده برا عرفو وفي مساكن يحطوا علي العين مزيان ده باهنا حبسات ما عندهم ما يديرو ويرجعوا يقلبوا على أدلة اللي تورطوا ويقدروا يشدوه وما كيجي حسن من المضيفات اللي خدروا متعدى عليهم كان شح الموحدة فيهم بغا تعاون وتقدم الشهادة ديالها رسميا من بيناتهم واحد البنت اسمتها مونيكا من إنجلترا قلت ليهم في 10 أكتوبر عام 1997 يعني قبل ب3 سنين على الواقعة ديال لوسي تعرفت على واحد الزابون سميتو كوجل رضع لي ودهب الطموبيل ودرجت في منتج سكاني كيطل على البحر تم أعطي هكذا الشراب فيه المخدر حتى يوقع لنفس سيناريو اللي وقع اللي وقع اللي وقع بوليس بغن يعرفوا هالدار فين جاد اللي كيدي لها لبنات مونيكا قالت لي هم باللي فاش كانوا غادين عاقلة أن في طريق كان واحد صف من شجر الناخيل محققين كانوا عارفين باللي البلاسة اللي قريبة من شجر الناخيل في توكيو هي واحد المارينا سميتو مارينا زوشي وهي منطقة غالية بزاف وطي عمرها غير فحب العاقة فالبلاسة مشاوة مع مونيكا لتم الله تفكر دار فين جاد غير وصلوا قدرات تعرف المنتج السكني ولكن ما أقلاتش على الدار إن طابق جات ولكن وخاك هدا رأى خير كبير رأى قدروا يعرفوا البلاسة بعدها هنا بدأوا يدوروا بالطموبيل في ذاك البلاسة من بعد مشاو لواحد المطعم قريب ووروت صور تلوسي للنادي اللي كانت خدمة أمه فالبلاسة تعرفت عليها وقالت بللي جات للمطعم في 1 يوليو سولوها واش كانت بوحدة قاتليهم لا جات مع واحد الراجل محققين رجوع عند مساعد المدير ديال المنتجح السكاني اللي وراتهم مونيكا واللي كيطلع على البحر طلب منه القائمة ديالناس اللي ساكنين تم وفهمو بللي هذي حالة طارئة من اللي اعطاهم لالي سبدو يقلبوا بين هذوك الأعضاء اللي مسجلين تم غادي يشوفوا بأن الناس بحال بعضيات التواحد ما كيتير شكوك ولكن هنا المحققين تفكروا باللي خاصوا ميقلبوا على واحد اللي عنده طموبيلة غالين في دوك لي مارك ويكونوا عنده بزاف هنا غادي يطاحوا على واحد بنادم اللي ترش شكوك ديالهم بدوا يبحتوا لي كيكتشفوا باللي عنده طموبيلة غالين بزاف ومسجل باسمية أوبارا وهنا غادي تفكروا المبنى السكني اللي قلت لكم اللي اللقوا في ديك شركة اللي اسمتها بلانت أوريهارا عقلتو واخ غا تقولون يا لاش رجعتنا العنوان اللي احنا دبا في المنتجة السكني اللي احدى البحر هنقول لكم ان اسمية اللي مسجل بها منتجة واللي هي أوبارا لقوا باللي في اليابانية ممكن تقرأ أوريهارا لحسب الأبجادية ديالهم يعني باش ما تدخوش في العنوان اللول مسجل بسمية بلانت أوريهارا وفي العنوان الثاني اللي جا دا البحر مسجل بسمية أوبارا واش يربطوا ما بينتهم بجوج لقوا أن أوبارا باليابانية كت تقرأ أوريهارا المحققين اللي يكتشفوا تشيجاتهم تبوريشا قدرها كان اكتشاف مهم في التحقيق هذه المرة اللول اللي قدروا فيها يربطوا الأمور مع بعض إياتا وأخيرا ولت عندهم اسمية الحقيقية دياله واللي هي جوجي أوبارا دابا غير رجعوا الكوميسارية غير طلعوا الدوس ديال خون حي دابا ولت عندهم الهوية الحقيقية دياله المهم هم يقلبوا سيكتشفوا أنه تعتقل بتهم التنكر بليباس امرأة أو تخلي حمام للعيالات لكي يصورهم واحد من المحققين ينسو الضباط اللي كانوا يخدموا على القضية دياله كيف كان طبيع دياله قالوا لي أنه كان من نوع اللي جلده وما يتفاك شرس وقاصح من اللي شدوه ما بغاش يخليهم حتى يصوروه تصور اللي كي يحتاجوه على قلب السيجل واخها كي يصوروه بالزازو ولكن كانت تصوير مواضحة مزيان حيث كان كيدور وجوع الكاميرا المهم المحقق يقلب منهم يصيفطو لي تصوير دياله في الفاكس من اللي يصيفطوها وخرجها كانت مضلمة حيدي كل وقت مونيكا والبنت الأسترالية دغية تعرفو علي وبلما يتردو واخيرا ده بالمحققين واللو عندهم ملابح المشبه به واسمية الحقيقية دياله دابا رحنا مورة 103 يوم على اختفاء لوسي بلاكمان والمحقق المازل ما عندهم حتى دليل ما ديد أوبارة في قضية لوسي ولكن كان عندهم بزاف ديال شهادات اللي جوجو حضا الشرجم وواحد كيراقب عند الباب مهم في المجمل كانوا في سبعة وكانوا عندهم معلومات أن أخونا كان فايق مشاعل تلفازة وزيد عليها كانوا عافين وديما يخرج يشر الجورنال جوية ديال الشعلاج قالوا من الأحسن من تسنن وحتى يخرج بلا ما ندخل على الطار واحد من المحققين يقول كان يبال لي أوبارا لا يوجد شخص يباع ويقدر يتشد معنا ولكن كنت خايف يشوفنا وهنا قز من الشرجم هذا ما يطح لي في بالي دي كل اللحظة مع السبعة نيشان فتح الباب وقاني قدامه سوّلتوا أنت هو أوبارا هنا تبدلي لون ذو وجوه قال لي أهو أنا كان نظن باللي كان رحاس أن وقرب يتشد درنا لما ينوط ضينا هالمركز الشرطة تم كيقول في اللول سمعت باللي لقى واحد المشبه به ومن بعد مدى قصيرة كان سمعه باللي قدروا يعتقلوه كان خبر كبير ومهم بثاف بالنسبة لي حيث هذا الراجل يقدر يكون عارف من تيل وصيف كينا ذهب أجي ونتعرف شوية على هات خينة جوجي أوبارا وخل معلومات عليك تبقى محدودة حيث ما كان شخصية جماعية أوبارا كان زير النساء من الدرجة اللولى ورد طروة البال اللي كان كيملك شركة كبيرة للعقارات أوبارا كان عزر راسه ويبقى بوحده بشهادة جيرانه سيد لاباس عليه كيملك عدد كبير من العقارات بما فيهم شوق كان في زوشي مارينا المنتجع السياحي اللي كان يديلي لبنات وبطبعة الحال البوليس أول حاجة غيديره هي يفتش العقارات ديله كاملين بش يجمع لأديلة من انقلب الدار اللي عنده في زوشي مارينا واللي فيها تعدي على مونيكا لقوا فيها بسيف ملا دروغ الشراب وهم تيجمع ذاك شي محاقق يزرس في السقف غيشوف بحل كروشيات مع وقين في الثقف ديال الحديد ولكين ما عرفش ديال لاش شك ان اوبارا كان يعلق شي حاجة مما ولكين ما عرفش شنا هي بالضبط من بعد سنعرف عقلين على هذا البلال البوليس سيمشي عنده الدار الاخرى اللي كان عنده في مبنى موطو أكاساكا مما سيجمع لاجونطة ديال اللي كان كاتب فاشي حويش غريبي بحال في واحدة من الصفحات كان كاتب باللي يبغي واللي شرير ويخدم باش يكرس حياته ورس والشر السؤال الطبيعي اللي ستقول دابا وش المحاققين هاتش تلقاو في الضيور ديال شوية المخدرات والكوحول وهذا جند الزينة وبكري جمال الأديلة هنقول لكم لا تزربوش ما خافية كان أعظم أكبر اكتشاف طحو علي المحاققين في واحدة من العقارات ديالو هي فاش تلقاو أشريطة الفيديو مسجل للضحايا ديالو هو يتعدى عليهم وهم مغيبات مع عقلين على رؤوسهم كل شريط كان كتبع لي اسمي المولاتو ومن انت نقول لكم صور فيديوه ما كان نهضر على عشرة الفيديوه والعشرين وراء جابو كمية علاقة الدو غير باش يزادي الكمية كلها الكوميسارية لقاو كتر من 400 شريط فيديو العيالات فاقدات الوعي مليوح ينفق النموسية وهو يدير فيهم مبغى في الاستجواب الأوبارة نسوله على الوسي مبغى يقول لي هم في الكائنا ونكر انه يعرف أصلا وقال باللي أمر اطلاقة ولا كان بين وبين اش تواصل وزاد من كرق على الجرائم اللي دار حتى من نورو الأديل اللي عندهم واللي كتورط يقول لي شوف راسك الفيديوهات وش هذا مش ينتق بكل واقعة يقول يوم ذوك الفيديوهات راح كون غير كان متلو فيهم وهذوك البنات جبتم يمتلو معايا صورنا ذوك شي ونبعد خلص وش يعني كل شي داز بالتراضي حتى حاجة ما بزز واخويا كدير لا طريق دابا القضية حمادت خاص المحققين يجيب ذو البنات اللي بينات في هذوك الفيديوهات يجيبوهم باش يدووهم على روسهم ويشهدوا بأن ذوك شي ما كاش بالتراضي وأن هم تخدروا في هذو الحالة يقدروا يرفعوه ضده قضية جنائية حيث المحققين كانوا تأكدين أن البنات في الفيديوهات بين اللي كانوا مضروقيات وما حاسين باش نواقع في العالم دابا باش يتعرفوا على هوية البنات وفي نفس الوقت يقلبوا واش كال الفيديو دي لوسي وسط هذوك الشرائط الكثير يعني حتى هي تكون مصورة معاهم خاص طاقة مع لقد اللي قلب ذك الشي أول حاجة داروها هي شكل فريق تحليل في واحد القاعة كبيرة اللي تقدر تكفي العشر عد المحققين مشكلة كانوا يعنيوا من نقص كبير في الطاقم ذك شي لاش جابوا ضباط شباب من شرطة مكافحة الشغب باش يعونوهم منين ذو كيتفرجوا في الشرائط واحد من مور الاخر تخيلوا معايا ان بزاف من هالضباط شباب تصابوا من انهيارات عصبية من فضاعة ذك شي اللي شافوه ولكن الحمد لله كانت النتيجة وقدروا يجب ذو البنات اللي بينات في الفيديوهات من بعد يكلفوا محقق يعني بوليسيات هم اللي بشي وعندهم حتى لديورهم باش يهضروا معاهم دابا المشكيل باش يتواصلوا مع البنات ويوريهم روسهم في الفيديوهات بذيك الطريقة كان صعيبة حيث بزاف منهم كانوا كيفيقوا ويحصوا براسهم تخدروا آه ولكن ما عارفين ش نوقع ليهم كان صعيب بزاف باش ويوريهم روسهم وهم في كل حالة شوحدينات كانوا كيغطعوا عينيهم اللي شفوا ذك شي واحدة قالت المحققة هش هذي أنا عافك قريلي يا بلي ماشي أنا واحدين أخرين قالوا لي هات شي وقع في الماضي مبغيناش نعود نفكروه تخيلوا معايا واحدة من الضحايا مني شافت الفيديو بدت ترعف مني من شدة القهرة والغضب اللي حسيت بيهم اللي شافت شو ندار لها ذاك الوحش محققة شرحت ليهم أنهم هما الطريقة الوحيدة باش هذي المجرم يتشد وبلا بيهم مرح ما يقدروا يدروا ليهوالو والحمد لله أخيرا قدروا يقنعوا بزاف اللي بنات يجي ويقدموا مشاهدات ويهضروا على الرسم ويقولوا باللي تخدرنا وذك شي ما كان بالتراضي ولكن فينا ويد دليل بأن نتخدروا هنا التحقيق خاصة يمشي في الاتجاه غيجيب واحد محقق جنائي تفهم في هذا شي ديال لا ادرونك غيعطو يتفرج في ذاك الفيديوهات غيشوف هم غيقول اليوم هدخونا كي يخو يخو تفوط على وجه ديال الضحية من بالأغراض اللي تم المصادرة ديال كانوا كميات ديال الدواء محفز للنوم وكمية كبيرة من مادة الكلوروفورم محقق الجنائي منين شاف فيديوهات لاحظ باللي واحدة فيهم يديها بدت كترجف قال مع راسه هلاش كترجف وهي فقد الوعي من بعد عرف ان الكلوروفورم كيقدر الاخذتي يدير لك التهاب الكابيد واللي كيأدي الاعتلال دماغي ويقدر يدير رعاش القلبي هاد البت اللي كانت كترجف في الفيديو خاص ما يعرف هي شكون واش وقع لها من بعد هنا غيكتشف ان الضحية كانت في عمر 21 عام وسميتها كاريتا وكان ديجا ماتت سميتها الكاملة كاريتا كانت في عمر 21 عام بحلوسي اختفت قبل 8 سنين يعني في عام 1892 عنده خطا كبر من ناس سامانتا بجوجهم ساكن صفروا اليابان كانوا مغامرات بدرجة كبيرة المهم سامانتا بدت تعلم اللغة الانجليزية في توكيو خدها كاريتا للأسف ما لقاتش خدمة فقررت تخدم مؤقتا كمضيفة في الملاهي الليلية واحد النهار فشت مع واحد رجل سبيطار وقال فرام لي باللي البنت صابت بتسمم غذائي أطباء ذيك الوقت ما فهموش الحالة ديالة وما عرفوش وشن وقع ليها واشن اللي خل ها توصل ذيك الحالة الجسد ديالة كان كي يعني فشل فقع الأعضاء من بعد أسبوع غي شريح ما تدارش لجدها ولكن من الزار لي عندهم السبيطار كان بقي محتفظ بعين من الكبد ديال كاريتا هنبدأوا المحققين كيربطوا بالأمور وداروا فحص الكبد ولقوا فيها مادة الكلوروفور هذا كان دليل قوي في قضية كاريتا فالبلاسة وجه الأوبارات همت اختطاف والقتل غير لعمل للضحية كاريتا ولكن القضية ديال لوسي بقات غامضة وما عرفوش شنو غيكون دار لها كانوا متأكدين باللي غيكون صورة ولكن تخلص من الفيديو ديال لفاش ناضط عليها بالبالة هاتش علاش كان صعيب يتبتع لتهمة اختطاف لوسي بلاكمن دابا غادي 134 يوم على اختفاء لوسي أوبارا اخيرا اعترف بلاي تلقب لوسيف مالها كازابلانكا قبل اختفاء ديال بسيمانا ولكن قال باللي من تم مع مروعة وتشاف ها وسالات الهضرة كان خاصهم يحلوا جميع الأديلة باش يقدروا يوصلوا للبنت ويعطقوها لكانت تبقى حية هنا تفكروا ان أوبارا كانت عنده هواية جمع الأغراض وفي تحليلات في 1 يوليو عام 2000 مع الثلاثة ديال العشية تلقى أوبارا مع لوسي ومشاول زوشي مارينا في الطريق وقفه كلفه مطعم احد اليوخوت في مارينا من بعد مع الخمسة مشاول الدار اللي كان تماك بالليلة جوج يوليو واصباح ديال 3 يوليو رجع أوبارا بتموبيل توكيو حيث زوشي مارينا كان بعيد 30 دقيقة على توكيو في 4 يوليو أوبارا شرب بزياد ديال الأغراض وهي من شعر والسيمة وخيمة متنقلة وهذه الأدوات اللي شرب ما كتبشر بالخير في 5 يوليو مشاول واحد من العقارات الكتير اللي كانت عنده تما تشك واحد من السكان المدير باللي كان صدع بزياد خارج من دار أوبارا أعنا المحاققين خرجوا بخلاصة وهي أن لوسي ماتت ليلة 1 يوليو وفي الأيام القليلة اللي بعدها انتقلت الجتة ديالها من زوشي مارينا الدار أخرى اللي مش عليها واحتمال كبير أن أوبارا تما كف نغبر الجتة وخير شي كامل محاققين خاصهم يلقوا الجتة ديال لوسي بأي ثمن بدأوا البحث في بلايس في ممكن يكون خبع جتة وجابوا غواصين يقلبوا في البحر حيث لم تكن تعدهم حتى فكرة في ممكن تكون إدارة العليا أعطتهم أسبوع واحد للبحث غير سالي يوقف وخدمتهم هذا خلال المحاققين متوطرين وتحت ضغط كبير حيث الريحة خيبة نهار 9 فبراير عام 2001 كانت 223 يوم على اختفاء لوسي في هذا نهار لم يكن عناصر من البوليت للشاطئ مع 8 وربع ديال الصباح كانوا تمشي كهوفة في اللحظة محاقق قليل يدخل ويشوف واحد فيهم شاعل البيل حيث كان مظلم تخلي تمك يلقى بزيف الأغراض التي جرفتهم من المواج من اللي بدك يخرج ذلك الشاطئ بل لحوض يعني بحل وحد البلاصة في الماء قلبه لقات حشرات لاحمة نقل البلاصة بدك يحفر حتى بنت لها الخيشة كبيرة من اللي فتحها القى جوتت بنت فهذه كل اللحظة كان متأكد أنها لوسي تصل بالزملاء ديال وقال لهم لقيتها من اللي كان البوليس يخرج جوتت جمعة فوق من السرب كبير للطيور اللي شموا ريحة الموت الصحة في الأجنبي جايك يقول من اللي تثقت الخبار باللي البوليس القولوسي فكرت نسوني على تام ونقول هاليا كنت ديما كان خبر من منسجدات حيط الشرطة الطوكية لم تتعون لي هوالو باقي كان تفكر ذاك اللحظة فين قلت لي الخبار قساكس مدة طويلة ديك المكانمة غادي تبقى ديما محفورة في الدين ديالي ما عمر من ساعة أما تام كيقول باللي باقي عقل بالضبط كنت واقف في الشريع وكان شتكت طاح تصل بيا جايك وقال لي باللي يلقوها كنت ديما متفائل حتى ل اللحظة من بعد 20 دقيقات تصل باللي لوسي بانتي فعلا ماتت المهم تم مراتو بنتو صغيرة غادي عقضوا واحد المؤتمر صحفي لأم ديال لوسي كانت تبكي وكان تقول كان بغي بنتي بزاف حيث كانت إنسانة رائعة وجميلة من داخل من مرة عمر هتكلمت خيب على شي واحد ديما تخلي الناس يحسوا بأنهم مميزين كات اللي يفكر مزيان في ذلك اللي دار وذلك اللي غيكون المحكامة قالت أنه كان أدلة كافية لتهم أوبارا بثمانية ديال القضايا من بين 400 ضحية تحكم عليه بالسجن مؤبد بتهمة قتل كاريتا ريجو ولك برقوه من قاعد تهم متعلقة بلوسي محقق كانوا متفاجئين وفي نفس الوقت مع الصبين حيث أوبارا شجاعة ودعموا القضية ولكن للأسف محصناش على العدلة في حق لوسي ولكن غادي نديروا استيناف باش نجيبوا حقها في أبريل عام 2007 انتقلت القضية الاستيناف وفي 16 ديال صامر عام 2008 تهموا أوبارا أخيرا بقتل لوسي بلاكمان والتحكم عليه بالسجن المؤبد اللي لا رجعت فيه محققين تأطروا بقضية لوسي بزاف لدرجة الرئيس الشرطة اللي كان مكلف بالتحقيق مش حتى الانجلترا عام 2010 باش يزور القبر ديال ويعز عائلتا كيقول باللي جان مامة لوسي دخلت وضار وحطط لي قاتاي كانت ديك أول تجربة دياله مع ذاك النوع من حصل الضياف اللي تأطر بي بزاف نمشى للقبر ديال اللوسي اللي كان في الارض حدا الكنيسة لقا عائلتا كاتبع للوح القبر دياله ستظلينا دائما نجمة تونير وسماء انا اما جوج محقيقين اللي كانوا مكلفين بالتحقيق منقدروا يمشي حتى النقليد ولكن على طول عشرين عام كانوا يمشي الكهف في اللقا ولوسي مدفونة وكيدعيوليها من تم قا فيهم الحال انها بنت برانية جات من بلد اجنبي باش تخدم ويوقع لادا كشي اللي وقع كانت هذي هي النهاية القضية ديال اليوم نتمنى تكون عبرة لكم كاملين وحتى ليا باش نعرف ونخاف وعلى روصنا شوية باش تعرف حياة الملاهي والخروج في الليالي ونمشي مع منوالة رح كيجي بالبال لوسي مسكينة مكانش كتدير شي حاجة خيبة بنتك تقلب على طرف الخبز بغ تسافر وتكتشف ولكن ره مكانش حط حدود السلامة الحرية والصفر والاكتشاف مش حاجة مزيانة لك كانت لإمكانيات ديالة ولكن خافي على رأسك مانمشي بوحدي كم معي شي حد معرفش هذي الفكر اللي ينتشر مؤخرا في السوشيال ميديا ولا يسافر بحضن بدون أخذ يالها ولا رجل ولباها أنا مش بنت اللي عندي فكر تقليدي عزيز علي المرأة الحرة ولكن اللي تكون تخاف على رأسك وتعرف أن محتاج الشخص يكون معها حيث هذا العالم مليء بالشر ولوسي رح نموذج شكرا بزيف الله حفظكم من هذا يارب يخليكم الولديكم ويخليكم مياتكم وليداتكم شكرا سلام عليكم